سرحت سعادة السيدة أمنا بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان وتغطية العمراني بأن الأعمال الإنشائية لتنفيذ 132 وحدة سكنية قد اكتملت بمشروع اللوزي والذي وعد النموذج التجريبي ضمن برلامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص فيما بلغت أعمال البنية التحتية بالمشروع مراحلها النهائية وفادت سعادة الوزيرة الرميحي بأن الوزارة ستشرع خلال الربع الأول من العام الجاري في أعمال عرض الوحدات السكنية حصريا على المواطنين المستفيدين من خدمات التمويلات الإسكانية الجديدة حيث سيتم طرح الوحدات بأسعار تلائم قيمة التمويلات الممنوحة لهم جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لمشروع اللوزي حيث اطلعت على جهوزية الوحدات السكنية وقد ثمنت سعادة الوزيرة جهود شركة التطوير العقاري في تنفيذ المشروع وفق المواصفات والاشتراطات وتسريع وطيرة العمل في تنفيذ الوحدات والبنية التحتية معكدة أن النموذج التجربية لهذا المشروع يخضع حاليا للتقييم والدراسة من قبل المختصين في الوزارة للبحث المستمر عن فرص التطوير والتحسين وتطبيق ذلك على المشاريع المقبلة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وأكدت سعادة السيدة آمنة بن تحمد الرمحي أن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ستتواصل من خلال تنفيذ تلك البرامج الإسكانية الطموحة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل توفير خدمات إسكانية لائقة وملائمة ومتميزة للمواطنين شكرا